طلب مني عمل فيديو عن الضرب الاتجاهي ولظروف خاصة وأثناء شرحي الفيديو عن المغناطسية وصلنا إلى نقطة حيث واجب التحدث عن هذا المفهوم إنه الوقت المناسب لتحدث عن ذلك الضرب الاتجاهي إذن ما هو الضرب الاتجاهي؟ حسنا نعرف عن جمع المتجهات وطرحها لكن ماذا يحدث عند ضرب المتجهات؟ وهناك طريقتين للقيام بهذا بطريقة الضرب القياسي أو الضرب الاتجاهي تذكر حسنا عمليا كل العمليات التي تعلمناها ووضعت من قبل البشر لأهداف أخرى وهذا ينطبق على الضرب القياسي أتحدث عن هذا في البداية لأن الضرب الاتجاهي على الأقل عندما تعلمته بدل ليع غير طبيعي على أي حال؟ لنرى ما هو إذن الضرب الاتجاهي لمتجهين الضرب الاتجاهي لمتجهين نفترض أن لدينا متجه A ضرب متجه B وعلامة الضرب كانوا يعرفونها قبل أن يستخدم في الجبر النقاط حرفيا بـ X إذن الضرب الاتجاهي لـ A ضرب B يساوي وهذا سيبدو غريبا في البداية لكن نأمل أن نتمكن من الحصول على بعض الحدث البصري لما يعني هذا إذن يساوي مقدار متجه A مقدار متجه A ضرب مقدار ضرب مقدار متجه B ضرب ضرب جيب ضرب جيب ضرب جيب ثيتا أزاوية بينهما أصغر أزاوية بينهما وهذا مهم وهذه الكمية لن تكون كمية قياسية ولن يكون فقط لها حجم أو مقدار أيضا سيكون لها اتجاه وهذا الاتجاه نحدده بمتجه N أو وحدة N يمكن وضع قيمة صغيرة فوقه لتعبير عنه وهو متجه الوحدة هناك بعض الأشياء المهمة حول هذا الاتجاه N أولا إن عمودية على هذين المتجهين وهي متعامدة على هذين المتجهين سنفكر بهذا خلال لحظات بشكل مرئي الآخر الاتجاه لهذا المتجه يعرف بقاعدة اليد اليمنى وسنرى هذا حسنا لنفكر بهذا بشكل مرئي وهناك تحذير هام يجب ذكره نستطيع أخذ المتجهات عندما يكون هناك ثلاثة أبعاد فقط إذا يكون عندها ضرب اتجاهي يمكن أن تضع فائدة من استخدامه في بعد آخر لكن لا يمكن استخدامه إلا في الثلاثة أبعاد وهذا مفيد لأننا نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد لنرى هذا لنأخذ بعض المتجهات المضروبة أعتقد عندما تراه مرئيا هذا سوف يعطيك فهما أكبر خاصة عندما تتقن قاعدة اليد اليمنى لنفرض أن هذا متجه B هذا المتجه B لا دعي لرسم خط هنا لكن لا مانع من ذلك ليس ضروري أن اسمه بشكل متقن حسنا ها هو لنفرض أن هذا هو متجه A هذا متجه A ونريد أخذ الضرب الاتجاهي لهم هذا هو متجه A وهذا B أعتقد سأصدم لونين فقط لأنه من صعب مواصلة التغيير في الألوان ومثل ما زاوية بينهما هي ثيتا الآن لنفرض أن طول A هو لا أعرف حسنا ليكون أنه مقداره هو خمسة ومقدار B هو عشرة عشرة هو ضعف الخمسة إذن فقط افترض الأرقام بشكل عشوائي حسنا جزء المقدار أو الحجم أسهل ولنفرض أن هذه زاوية هي ثلاثون دراجة حسنا ثلاثون دراجة إذا أردت كتابتها بنصف القطر هنا نستخدم قياس دراجات لأنه نظام أسهل حسب اعتقادي وسهل تصوره لكن يمكن نتفكير به بالنظام الدائري ثلاثون درجة ويمكننا أن نرى لدينا أيضا إذن باي على ستة في النظام الدائري أو القطري هذه زاوية ثلاثون درجة إذن ماذا ستساوي A ماذا ستساوي A ضرب B تساوي حجم أو مقدار حجم أو مقدار A وهو طول هذا المتجه وهذا يساوي خمسة ضرب طول متجه B وهو يساوي عشرة ضرب جايب الزاوية بينهما وبطبيعة الحال فإن هذه زاوية أكبر يمكن قول أن هذه زاوية بينهما ويمكن أخذ هذه أيضا لكن دائما الأصغر هي الأفضل الأصغر هي الأفضل تصل إلى ثلاثون درجة ضرب جايب الثلاثون ضرب جايب الثلاثون ضرب هذا المتجه N وهو متجه الوحدة إذن سنختاره كاتجاه في الواقع سنختاره خلال ثانية لكن لنعرف أولا مقداره هذا يساوي خمسون ضرب جايب الثلاثون درجة وما هو جايب الثلاثون درجة جايب الثلاثون درجة هو النصف يمكن استخدام الألة الحاسبة إن لم تكن متأكد إذن هي خمسة ضرب عشرة ضرب نصف ضرب وحدة المتجه أو متجه الوحدة وهذا يساوي خمسون وعشرون ضرب متجه الوحدة إن الآن هنا وصلنا للمكان فيه يمكن أن نحدد إذا كان هذا مثير الاتمام أو مربك حسنا ما هو الاتجاه الذي يشير إليه متجه الوحدة هذا لقد ذكرت سابقا هو عمودي على كلا المتجهين حسنا كيف يمكن لشيء أن يكون عمودي على هذين المتجهين يبدو أني لا أستطيع أن أرسم واحد هذا لأنني هنا حيث رسمت A و B أن أتحرك باتجهين فإذا كان لدي بعد ثالث إذا أمكنني أن أذهب للداخل أو للخارج من الدفتر هنا أو من وجهة نظرك من الشاشة عندما لدي متجه حيث يكون عمودي على الاثنين إذن تخيل متجه أتمنى لو أستطيع رسمه بحيث يسير مستقيم للداخل عند هذه النقطة ومستقيم للخارج عند هذه النقطة أتمنى أن تفهم هذا دعوني أريكم ملاحظة على ذلك إذا رسمت متجه هكذا إذا رسمت دائرة وداخلها هكذا فإن هذا متجه يسير داخل الصفحة أو خلالها أو داخل الشاشة أو عبرها وإذا رسمت هذا هذا متجه آخر داخل إلى الشاشة من أين جاء هذا الإصطلاح؟ من رأس السهم لأنه كيف يبدو السهم؟ السهم هو متفق عليه في الرسم المتجهات السهم يبدو هكذا، رأس السهم، هذا رأس السهم يبدو هكذا هو دائري يصل للنقطة، إذا هذا هو الرأس، إذا نظرت إليه كأنه رأس أو كأنه يأتي إليك، كيف يبدو الذيل؟ يبدو الذيل كأنه زعنف هنا، أو شيء آخر، هكذا، ويبدو كأنه إشارة إكس، لو أخذت هذا السهم وصبت لداخل الصفحة، ستراه كأنه إشارة إكس، وسيبدو بهذا الشكل، إذا هذا متجه يسير داخل الصفحة، وهذا متجه خارج منها، حسنا، نعلم أن إن هو عمودي على A وB، إذن الطريقة الوحيدة للحصول على المتجه العمودي لهذين المتجهين من الضروري أن يكون عمودي أو طبيعي أو متعامد على المستوى، وهو شاشة الكمبيوتر، لكن كيف نعرف إذا كان داخل إلى الشاشة، وكيف نعلم إذا كان خارج من الشاشة، وهذا إن هو متجه، وهنا دور قاعدة اليد اليمنى، أعلم أن هذا عظيم نوعا ما، لكن سنحل عدد من المسائل على قاعدة اليد اليمنى، ما تفعل هو أن تأخذ يدك اليمنى، لهذا سمي كذلك، ونأخذ الإبهام، ونؤشر به على اتجاه المتجه الأول، في الضرب الاتجاهي لديك لنقوم بهذا الآن، يجب عليك أن تأخذ إصبعك، وتضعه في اتجاه أول متجه لديك، وهو A هنا، ونأخذ الإصبع الوسطى، ونؤشر به إلى الاتجاه، إلى متجه بي في هذه الحالة، يدك ستبدو هكذا، سأحاول رسمها، إذن يدك ستبدو هكذا، دعوني أحاول أن أرسمها، وهذا يظهر مهارتي في فنون الرسم، حسناً، هكذا، أتمنى أن يكون ذلك واضحاً، حسناً، هذه يدي اليمنى، إبهامي سيكون للأسفل، هذه يدي اليمنى، هذا هو السبابة، وأشير به إلى اتجاه A، يمكن أن يكون لهذا الاتجاه أكثر، ليس كذلك، ومن ثم بالإصبع الوسطى، وأعمل كحرف الألف الإنجليزية، أو كالذي يريد أن يصوب بالمسدس، وأشير بهذا إلى اتجاه B، والاتجاه الذي يكون فيه إبهامك، يكون داخل إلى الصفحة، وليس كذلك إبهامك يشير للأسفل، إذن اتخذت اليد اليمنى بهذا الشكل، أو التكوين، وهذا يدل على اتجاه متجه N، يسير لداخل الصفحة، إذن متجه له مقدار وهو 25، ويشير إلى داخل الصفحة، لذا يمكن رسمه كهذا الـ X، إذن حاولت رسمه كثلاثي الأبعاد، سيبدو بهذا الشكل، هذا متجه A، لأرى إذا كان بإمكاني إعطاءك منظور عن ما أتحدث عنه، إذا كان هذا مستقيم للأسفل، إذن هذا متجه N، عندئذ A ستبدو هكذا لأرسمه بنفس اللون السابق، هذا هو A قد يبدو هكذا، وB يبدو هكذا بهذا الشكل، أحاول أن أرسم رسمة دقيقة عن طريق رسمة ثلاثية الأبعاد، هنا لدي منظور حيث كانت تقادراً على رسم N، هذا هو تعريف الضرب الاتجاهي، الآن سأتوقف هنا لأن اليوتيوب لديه مدة معينة، لا أستطيع تجاوزه، سأكون بفيديو آخر لنحل بعض المسائل، وخلال ذلك سأحاول تفسير شيء عن المغناطيسية، ولنستخدم الضرب الاتجاهي لعدة أشياء، وعلى أمل أنك كونت فكرة جيدة عن الموضوع، أراكم لحقاً